تتوالى ردود الفعل العالمية على الاتفاق على الغائر السوم الجمركية بين الاتحاد الاوروبي والياباني الاتفاق الذي وصف بالتاريخية يوجه رسالة ضد السياسات الحماية التي انتهجها رئيس الامريكية ترامب الذي رأى الكثيرون انها ابقته دون حلفاء لم يكن الاوروبيون يتخيلون ان يتوصلوا الاتفاق كهذا من اليابان لكنهم لم يكنوا يتخيلون ايضا ان تدير الولايات المتحدة ظهرها لهم وتدفعهم دفعا لاحضان الشرق اثر هذا الاتفاق سيصل الى ابعد من حدودنا معا نبعث برسالة رفض صامتة بشأن مستقبل التجارة الحرة والعادلة لقد اظهرنا اننا اقوى وافضل عندما نعمل معا الاتفاق التجاري بين اليابان والاتحاد الاوروبي ينص على اقامة منطقة تبادل الحر تضم ثلث انتاج العالم ويخلق اكبر منطقة اقتصادية مفتوحة على ظهر الكوكب والغرسوم الجمركية فيما بين الجانبين الى جانب اتفاق اخر على تبادل المعلومات ويأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين تبتلع المصالح الاقتصادية هناك مخاوف متزايدة من الحماية العالمية وفي هذا الاطار فانني اعتقد انه من المهم للغاية ان ترسل اليابان والاتحاد الاوروبي رسالة للعالم بشأن اهمية التجارة الحرة والعادلة ويشكل الاتفاق التجاري الطموح بين اليابان والاتحاد الاوروبي وقبله التفاهم مع الصين مؤشرا على تغير العلاقات العالمية ففي الوقت الذي يبعد فيه ترامب الولايات المتحدة عن حلفاء قدامى مثل الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي وكندا يرى الاوروبيون ان سياسات الرئيس الامريكي ضد ايران وتقاربه مع روسيا ومواقفه المتناقضة والعدائية هي التهديد الحقيقي للتجارة العالمية فالحماية لا توفر الحماية والانفرادية تهدم الوحدة